النوع الثاني اللي من الممارسات هو نسمي اللي هو يحقق طول وقت يبحث يحقق يتجسس يحط أشياء كذا فيحسنا وبهاي الطريقة يخافون من الناس يعني طول وقت يتحسبوا لحساب يصيد عليك الكلام هذا لما تتناقش معه لو مهما تعبر أي تعبير لازم يطلعك غلط فلازم يرد على طول يعني فعنده رد نحن نسميه رد طاقة يعني هذه تحصل كثير في العلاقات ورح نبه عليها فإنه هو الشخص يعني مثلا ساعات زوجته بتعبر فعبرت عن رأيك على طول يكبتها الزوج يطلع لها دليل بأنه هي الغلط مو هو أو يجب لها موقف أمس أو يجب لها موقف قبل أسبوع وكذا بس المهم أنه يرد عليها الطاقة وفيذلك هي عبرت مثلا ببراءة أو كذا الآن هي يعني انكبتت في الحين متأنبة ومنزعجة وخضبانة صارت عدة مشاعر لدرجة أنه بعدين الشخص يبدأ يقول هيا لتني ما عبرت وما يبدأ يعبر فليش لأن الطرف الآخر انتوريجيتر انتوريجيتر هو محقق محقق طول وقت يحقق يسأل 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 يربكك أنت لو أي شخص بريء يتم التحقيق معاه على فكرة يتم التحقيق معاه يعني أصلا فيه افتراضية أنه هيبدو كمجلم وذلك هذه المسألة بدأوا يرعونها بعدين فيما بعد وذلك القضاء في الدول المتقدمة كذا ما يعتد في التحقيقات لا يعتد لأنه يعرف أن التحقيقات ما لها يعني تعتد فيها السلطات التحقيقية لكن لا يعتد فيها القضاء بتاتا أن الشخص يتعرض أيضا حتى في المحاكم الشخص ممكن يبدو كأنه ظالم يبدو كأنه مجرم بسبب أنه وضع في هذه المسألة وفي هذا الطفص هذه النظري قديمة جدا في علم النفس وليس قديمة جدا لكنها عجلية عليها التجارب في الستينات وفي السبعينات عندنا تجربة شهيرة سميها تجربة ميليغرام ميليغرام إكسبيريمنت وعندنا تجربة شهيرة جدا يسمها تجربة زنباردو فأنا يعني هذه التجربة درستهم هذه التجارب بتفاصيل وهي قائمة على مبدأ أنه إذا حطيت الشخص في محل الاتهام يعني سيبدأ يسوي الأشياء اللي هو متهم فيها وهي واحدة من أخطر المسائل هذا سبب واحدة من أسباب الرئيسية فإن المواطن العربي هو فيه نوع من الإجرام بسبب أنه موضوع في محل الاتهام طوال وقت كل مواطن عربي تقريبا عرضه للاتهام من أمن الدولة فبالتالي هو داخل داخل في العمق هو مشاك في نفسه طوال وقت فبالتالي مسألة كثير خطيرة لما تكون أنت انتروجيتر كذا تتولد هذا السلوك تولد هذا السلوك في العلاقة لو ما رست الشيء مع الأولاد فيما بعد سيصبحون مجرمين الأولاد يصبحون حرامية أو يصبحون مسيئين جدا بسبب التحقيق 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 في قاعدة نفسية قديمة جميلة تقول كاتشل ام دون سمثنك قود مو بعد يعني انت أصيدهم وهما يعملون شيء جيد لما تشوفهم يعملون شيء مو جيد حاوف تقض البصر قدر مستطاع قدر مستطاع احنا نقول قدر مستطاع في بعض الأشياء لازم تتدخل في بعض الأشياء قض البصر عادي لا تتكلم لأن إذا دائما تصيدهم حيحتالون حيكونون في موضع المدافع دائما فبالتالي هذه طريقة كذلك الناس يجذبون الاهتمام بالتحقيق بالملاحقة بالكذا اثنين طريقتين هما يخوفون الانتمديتر اللي هو المطهد أو المعنف والانترغيتر اللي هو المحقق والدايما المتشكك كذلك الطريقة الثالثة أنا بس قاعد ألخصهم هي موجودين بالفيديو بتفاصيل اللي هو احنا نسميه هذا الألوف أو كذا الميستيريوس هذا الغامض اللي كله تحس مخبي أشياء وما يطلع الناس وكل شيء أسرار هذا يقفل أدراجه ويقفل أنا أقسم لكم بالله أني عندي مكتب من عشرين سنة عمري ما قفلته أنا ما قفلت المكتب بحياتي ما قفلت مكتب بحياتي ما أقفل مكتب عندي أدراج أدراج مو مقفولة عندي خزينة خزينة مقفلها أوكي لأن الخزينة هذه فيها أشياء المفروض ما تنسرق بس هاي الفكرة بس ما عندي شيء أخفيها وإذا عندك أشياء تخفيها ما يصير تخفي كل شيء يعني أكيد أنه عندك أشياء تخفيها كلنا عندنا أشياء ما نريد الناس تطلع عليها بس مش معقول أن حياتك كلها مستيريوس ما أنت أكرم من الأنبياء الأنبياء عرف أسماءهم وأسماء أمهم أسماء أمهاتهم وأسماء زوجاتهم وأسماء عيالهم هذولة غامضين كلش بالذات في جوانب الخاصة كنت أنت قائد بصراحة إذا كنت أنت قائد لازم نعرف منه زوجتك لازم نعرف منه بناتك من عيالك هذا شيء من حق الشعب مثلا أنهم يعرفونه أو من حق المصوت المرشح لك أو من حق الناس اللي خلوك تمثلهم لكن مش ضروري أن يعرف تفاصيل حياتك تسوي مع زوجتك وإن كان الأنبياء نعرف نعرف تفاصيل يعني لماذا؟ لأنه مفروض أننا قدوة صح أو لا؟ مفروض نعرف فكونك أنت مش قدوة وكوني أنا مش قدوة أنا بالنسبة لأي أحد قدوة أوكي أي واحد يتخذني قدوة فهو غبي أوكي وما يفهم أوكي لأنك أنت مفروض تتخذ نفسك قدوة وتعيش حياتك باستقلالية ما تقتدي بحد ولا تتبع حد فلكن أنت تقرر ممكن أستفيد أخذ من هذا وأخذ من ذاك وأستفيد من هذا إلى آخر فالميستيريس هذا الغامض يجذب بهذه الطريقة كله غموض فما تعرف كيف تتعامل معه أنا بالنسبة لتلقائي الغموضين أشطبهم من التايم لانقاء وفي العقل كلهم الأربعة بس على حسب النسبة لأنه لو بتشطب كل واحد فيه غموض وكل واحد فيه تحقيق وكل واحد فيه شبه الطهار حتى يشطب كل الناس ما هيصير لك أصدقاء ولا أصحاب صراحة يعني يعني كل واحد فيه جزء بس فيه نسبة معينة لما تزيد يصير too much النوع الرابع وهذا يعني كثير كذلك اللي هو نوع الضحية هذا اللي دائما يلعب الضحية اللي هو كله مسكين يا أنا كذا ما حد فاهمني ما حد مقدرني ما حد مهتم فيني أنا عطيتكم ما عطيتوني أنا سويت لكم ما سويتولي وفي الغالب الجدات أو الأمهات وكذا يلعبون هذا الدور ويشعرون الأطفال طوال الوقت أو الأبناء أو البنات يشعرون طوال وقت بالتأنيم فأنت تجاه الضحية دائما تشعر بالتأنيم فهو يحصل على طاقتك من خلال التأنيم اللي تشعره هذاك يحصل على طاقتك من خلال البحث لأنه غامض فأنت دائما تبحث فيه هذاك التالي يحصل على طالب خلال الاستجواب اللي انت تتعرض له فدائما تفكر فيه ايش حتجاوبه تبدأ تجهز لو عشت انت مع شخص محقق طول الوقت انت تحاول تجهز اجابات حتى لهم هم سووا شي غلط بس تحاول تجهز اجابات طول الوقت والرابع اللي هو يحصل على طاقتك من خلال الخوف فكلهم يحصلون بس خليك من ترى ان هاي الطاقة اللي تحصل على هي سلبية فطاقة الخوف طاقة الانتباه والانزعاج طاقة الباحث والتوتر طاقة التأنيب هاي كلها طاقات سلبية حتى لو كانت ترسل لك فهي في الحقيقة ستؤذيك فيما بعد على المدى البعيد المضطهد بكل الانواع وخليك منتبه ما في فرق بين الضحية وبين الظالم ما في فرق سوري سوري هالكلام يعني انا عارف انه هو جامد بس بيك تفهم العمق مال في العمق في العمق ما في فرق اثنين هم يمارسون اذى على البشرية فانت المفروض ما تصير ضحية ولا تصير ظالم والمفروض ما تصير غامض ولا تصير محقق فلكن الناس يلعبون هاي الادوار مسألة ثانية يجب ان تنتبه لها في هذه المسألة في العلاقات ان الاشخاص مو بالضرورة يبقون على شيء واحد هم يتنقلون يعني تلقى هالظالم ظالم ظالم بس عند الجماعة اللي اظلم منه ضحية يعني عرفت وفي الغالب ينسجمون الضحية ينسجم مع الظالم او المطهد والغامض ينسجم مع المحقق والمحقق مع الغامض هذول ينسجمون مع بعض اكثر طيب خلينا نكمل فيها المسألة